لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما تنسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا إن شاء الله عز وجل تكملة هذا اللقاء عن تكملة اللقاء اللي فات عن أعراض السحر المأكول والمشروب وده الجزء التاني بإذن الله عز وجل فتابعونا عشان احنا كنا اتكلمنا وهنبدأ بإذن الله عز وجل وكنا وقفنا في اللقاء اللي هو اللي فات عن وجود كوابيس مستمرة والأحلام المزعجة دايما عنده سحر مأكول أو مشروب يطلع عنده كوابيس مستمرة وأحلام مزعجة اتنين الأحلام التي يراها غالبا ما تتحقق ماشي تلاتة وجود اختناق شديد وصعوب التنفس تلاقي دايما عنده وجود اختناق شديد وصعوب التنفس رغم اللي هو كشف طبيا وسليم وجود اختناق شديد وصعوب التنفس صعوبة النوم إلا بعد فترات طويلة من الإرهاق والتعب ما بيعرفش ينم بسهولة عنده إرهاق وتعب مستمر التقلب الكثير من جهة اليمين إلى الشمال بيتقلب من اليمين للشمال بيعوز ينم للشمال أكتر عشان من السنة اللي واحد ينم لليمين يعني إنما هو بقى بيبقى العكس الميل إلى النوم على البطن وده نومة الشيطان في حديث بقول النبلة الصلاة والسلام نهى إن إحنا ننم على بطننا لأن هذه نومة إيه يبغضها الله وهي نومة الشيطان تلاقي دايما عاوز ينم على بطنه قصرة الأحلام ورؤية المناظر المسيرة الجنسية بيشوف أحلام كتيرة ومناظر مسيرة جنسية كتير الشيطان مستسيبه بيجيله في الصور دهياني رؤية النصارى باستمرار يدل على الجن نصراني بيشوف نصارى كتير في المنام اللي احنا بنسموه يعني بلغتنا مسيحيين فدي دليل إن الجن اللي عليه نصراني رؤية الصليب أو قراءة الإنجيل اللي تلاقي بيشوف الصليب ويقرأ الإنجيل كتير دي برضو دليل إن السحر اللي معموله المأكول أو المشروب دهواني دي برضو دليل الجن اللي عليه نصراني رؤية الكنائس دي برضو من الأديل اللي هو نصراني رؤية النساء باستمرار في حالة الرجال والعكس يعني يعني موضوع يعني نسأل الله السلامة والعفية وجود ألام في أحد الأصابع من رجل يبقى فيه ألام في أحد الأصابع يعوده بيبقى الصابع اللي دخل منه الشيطان أو الجن طول أظافر القدمين وعدم نازفاتهما الأعراض النفسية طوال إيديه والدوافر طويلة وهو ملهوش نفسي يقصها وينظفها والكلام ده عشان الحاجات دي الجن بيحبها نفسية المريض محبطة يائس من الدنيا يفكر فيه بعض الأوقات في التخلص من الدنيا اتلاقيه بيفكر والعياذ بالله اللي هو عاوز ينتحر عاوز يتخلص من الدنيا دي برضو أعراض السحر المأكول والمشروب التخلص من الدنيا ومشاكل الدنيا وجود كسل وخمول أو ميل للنوم الكثير ولمدة طويلة اتلاقيه دايما عنده وجود كسل وخمول وعاوز ينم طوالي والمدة طويلة زيدة عن حدها ما هياش لمدة طبيعية الكسل عن الصلوات وخاصة في المساجد وتلاقيه دايما ما واش عاوز يصلي في المساجد وعنده كسل عن الصلوات وجود ضيق في حالة أداء العبادات والنوافل وما بيجي يصلي ويأدي العبادات والنوافل تلاقيه عنده ضيق ومتضيق طوالي ومش مبسوط خالص وجود ميل شديد للنساء في حالة الرجال وطوالي عنده ملايان للنساء الزيدة عن حده عن المطلوب يعني طيب دي نحن قلنا أعراض وفيه أعراض تانية للموضوع كبير الصداع ضيق التنفس البقع وجع الظهر طيب عنده صداع مستمر رغم اللي احنا ايه ما عندهوش حاجة طبية عمله التحاليل وعمله الإشاعات الرجل تمام أو المرأة تمام وبرضه الصداع مش عاوز يسيبه وعنده ضيق التنفس وبرضه السدر تمام والكلام ده كله واجع الظهر احنا قلنا برضه واجع الظهر في أسفل الظهر بالذات عنده العصعص كده رغم اللي عملنا إشاعات وحاجات مندي وكله تمام يبقى في الحالة دي يبقى دي من الجن من السحر المأكور أو المشروب كسل وخمول عنده كسل وخمول بطريقة غير طبيعية الهمدان وتكسير الجسد عنده همدان وتكسير في الجسد باستمرار رغم اللي احنا احنا قلنا اول حاج احنا نتأكد طبيا طبيا تمام خلاص عدم رغبة الزوج في زوجته والعكس ما عندهش رغبة في زوجته ما عندهش رغبة في زوجته خالص المربوطة والرجل المربوط يعني كأنه مربوط دي برضه من عراض السحر المأكول والمشروب والمربوطة هواني احنا قلنا ان الجن بيقف في المخ من هنا كده فوق المخ بتحكم في خلايا الدم اللي هي بتمد العدو الزاكر بالدم الجن بيمسك الدم ده ما بيخليش الدم يوصل ايه للإصارات الجنسية فما يحصلش للرجل انتصاب فهو دي الرباط يعني عند الرجل ماشي امساك الأرجل بيمسك رجله وهو نايم دي برضه من العلامات خلي بالكم بيمسك رجله وهو نايم التفريز التفريز والتفزع أول النوم يحصل له كده فزع في أول النوم واخدين بالكم ازاي التنميل والتخدير في العضو وخاصة عند سماع القرآن والصلاة اتلاقي أعضاؤه بتتخضر خصوصا عند سماع القرآن والصلاة واخدين بالكم ازاي ألام في الركبة وركبه بتوجعه وهو عمل إشعاته سليم فقدان شهية للطعام الجن طبعا عاوزه يفضل بقى متكسر وما يكل شي وتبقى حالته يعني بالبلغ نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة بدأ تساقط الشعر عنده تساقط في الشعر رغم اللي هو ايه تمام برضه نبض غير طبيعي في الجسم عنده نبض غير طبيعي في الجسم ومن علامات السحر المأكول والمشروب ضيق عند التنفس ويسمع له احياء ويسمع كمان ساعات للتنفس دي صوت دي من علامات برضه السحر المأكول والمشروب يسمع ايه لصوت فحيح عند الشهيق وزفير وهو أشبه ما يكون بالشخص المصاب بالربوة يعني عنده شيء ما بيجي ياخد نفس كده يتحس اللي النفس بتاعه ايه عامل زي ما يكون مريض عنده رابوة بيكون هو عامل كده واخدين بال كنته ازاي دي برضه من علامات السحر دي ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجه خصوصا وقت الرقية الشرعية برض انا قلنا دي بس ثم ايه بعيدوها التاني يعني رؤية النساء باستمرار في حالة الرجال والعكس رؤية الحيوانات وخاصة السعبين في حالة السحر والكلب في حالة المس والفقر اتلاقي طوال بيشوف تعبين وبيشوف كلاب صامرة بالذات الجن بيجي في الكلاب الصامرة والفقران بمعدل غير طبيعي ويشوفهم في خيالاته في الحقيقة والموضوع بزيد عنده عن حده والزئب او السعلب وكذلك القطط وخاصة السوداء ويشوف قطط سوداء عشان دي الجن بيحب يتمثل فيها دايما في حالة المس غالبا اول شيء يراه في المنام عند الاصابة وهو ثعبان يعض رجله وهو نايم يشوف ثعبان دايما بيعض رجله دي برضو من العلامات السحر المأكول والمشروب ويلتف عليه ويشوفه كمان بيلتف عليه واذا استيقظ وجد الام شديدة في الارجل مع وجود تورم او ازرقاق اللون ويشوف كمان اللي مكان اللي هو كان حاسس في دي هوان اللي هو ازرق يعني دي دا ليه اللي هم ايه العفريت كانوا فيه رؤية كلب يعضه يشوف دايما رؤية كلب يعضه ويشوف العضو التناسلي بالنسبة للرجل ولعنده الاستيقاظ يجد الام في العضو التناسلي ويشوف حاجة اللي بتعض العضو الزكري عنده وعند الاستيقاظ يجد الام في العضو نجوم وقت الرقية الشرعية بيشوف مخيلة بريق مفجأة اشبه ما يكون بمجموعة من النجوم كأنه شايف نجوم قدامه ماشي متلائمة وهذا وهذا يعني ان سحره في مخيلته قد احرقه الله وهو الغالب على الظن على ظن شيطان تحريك صورة سريعة في عصب عينه بيشوف الشيطان بيتحرك في صورة سريعة كده قسرة التمخط من الأنف والبزق من الفم وقت الرقية فيه دليل على وجود سحر ويشوف اللي هو يعني بيستنشق قتير وقت الرقية الشرعية دي دليل اللي فيه سحر من الفم ومن المناخر يعني تخيل الشخص بأنه فعل الشيء ولم يفعله بيتخيل للي هو فعل الشيء ولم يفعله كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم أن هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية فقط أما الأمور التشريعية فقد عصم من التخيل أو الخطأ فيها يعني دي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية بس التشريعية لا يعني برضو عشان نباحنا ايه فهمين وبعد كده ربنا نزل عليه قول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس وعلمنا بقى رب العالمين في الحالات دي نقوله الرقية الشرعية قول اعوذوا برب الفلق وقول اعوذوا برب الناس وقاية الكرسي وخواتم البقرة والآيات اللي انتوا عارفينها بتاعت الرقية الشرعية اللي مشهورة اختلاف الضورة الشهرية عند المرأة بدون سبب طبي وبرضو الست اللي برضو عليه سحر معقول او مشروب بيحصل الله اختلاف في الضورة الشهرية بدون سبب طبي سلمة طبيا يعني ونضيف هنا ان السحر من الممكن ان يسبب مرض من الامراض وخاصة المعدية منها الخبيس عفان الله وإياكم من جميع الامراض ما ظهر منها وما بطن اقول ما قرأتم واسأل الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون احسنه ما تنسوا نشبه اخوانا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا على الاستمرار وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم حيث ما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة